وصلت وزارة الداخلية حملاتها لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 351 قضية تموينية بمضبوطات بلغت قرابة 62 طن ففي مجال حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 15.5 طن السلع وفي مجال حجب وبيع بأسعار أزيد لمواد البناء تم ضبط 25 طن أسمنت أما في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغدائية تم ضبط أكثر من 21 طن وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 312 قضية و 12 قضية من بينها 100 قضية خبز ناقص الوزن و85 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي تم ضبط 14 قضية بمضبوطات أكثر من 192 طن أقماح محلية ترجمة نانسي قنقر